بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت الجهات المعنية بالتنسيق مع أعيان وعواقل المنطقة الغربية الليبية في تحرير المصريين الستة المحتجزين في ليبيا هذا وتم وضع المصريين الستة المحرارين في ليبيا في مكان آمن بينما يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم من ليبيا إلى أرض الوطن تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في السياق وجهت مصر الشكر لكل من أسهم في تحرير المصريين وفي مقدمتهم الجيش الليبي وأعيان وعواقل مدينة الزاوية ورئيس لجنة مكافحة الهجرة في البرلمان الليبي